السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات فكر فيزيائيا الهدف من هذه الحلقات أنه في كل مرة بنطرح موضوع من حياتنا اليومية وبنشوف كيف ممكن نفسرها من ناحية فيزيائية طبعا الهدف من تفسير من ناحية فيزيائية أنه نراجع القوانين اللي درسناها سابقا ونشوف كيف ممكن نستفيد منها وكيف نطبقها على حياتنا العملية الآن لدينا مثلا في هذا السؤال تبعا موضوع هذا الحلقة أنه أنا عندي سيارتين ميزت السيارتين واحدة باللون الأحمر والتاني باللون الأزرق لكن السيارتين في الحقيقة هما من نفس الشركة ومن نفس المصنع ومن نفس الموديل ونفس الكتلة ونفس الحجم بحيث أنه السيارة اللي باللون الأحمر كانت تنطلب في اتجاه السيارة الزرقاء بسرعة 100 كم في الساعة وتلتاهما كانت بتحرك بنفس السرعة واستضموا استضموا باشر بمعنى وهذا التصادم طبعا أكيد يعني حيخدس فيه ضرر كبير للسيارات أما بالنسبة للحالة الثانية اللي بننقارب فيها ماذا لو كانت السيارة الزرقاء التي تسير بسرعة 100 كم في الساعة استضمت بجدار خرساني هل الضرر حيكون متساوي؟ هل الضرر حيكون في الحالة الهولى أشد وأخطر وأكبر؟ أم أنه الضرر في الحالة للجدار الخرساني أكبر؟ طبعا طرحت هذا الموضوع على منتدى قناة الفيزياء التعليمية على اليوتيوب وتلقيت العديد من المشاركات المختلفة عن بعضها يعني مثلا فيه ناس قالوا السيارتين لما بيكونوا مسرعين بسرعة 100 كم في الساعة فشدة التصادم كما لو كانت 200 كم في الساعة وحيكون ضرر التصادم في الحالة هذه أكبر بكتير وفيه طبعا قالوا لا السيارتين حيكونوا الحالتين حيكونوا متساويتين تماما وفسر ذلك بشكل رائع بمنطلق فيزيائي وكانت إجابة موافقة خلينا الآن مع بعض ننظر إلى الموضوع بشكل تدريجي ونشوف كيف ننحلل هذا الموضوع ونستفيد من قوانين الفيزيائي اللي احنا درسناها بخصوص موضوع الحفاظ عن الطاقة وموضوع القوة وكيف نستغلهم في إيجاد الإجابة الصحيحة الآن خليني أعطيك مثال بسيط هذه مثلا حالة التصادم هذا التصادم لحظة التصادم هذه لحظة التصادم الآن السيارتين اللي ما بيصدوا مع بعض إيش اللي بصير؟ بصير فيه تهشم في مقدمة السيارة وبظلهم متخدمين في اتجاه بعضهم البعض لعنما يصير سرعة الحركة بالساوي سفر وهنا بتتوقف عملية التصادم خليني نشوفها كيف مع بعض على هذا الفيديو لاحظ هنا السيارتين اقتروا من بعض استضموا وتقدموا في اتجاه بعض حتى العجال قربت من بعض إذن تحركوا مسافة دي أثناء عملية التصادم وهذا بنسميه اللي هو الضر الحادث هذا الضر الحادث اللي هو استمر على مسافة دي طيب خليني نشوف الآن في حالة اللي هو التصادم السيارة مع الجدار في حال تصادم السيارة مع الجدار لاحظ أن السيارة تتقدم في اتجاه الجدار وبسرعة 100 كم في الساعة والجدار لا يتحرك لأنه ثابت ومتيل أما السيارة تقدمت بعد التصادم مسافة مقدارها دي الآن إحنا في الفيزياء تعودنا أن ناخد حالتين حالة قبل التصادم اللي لاحظة التصادم خليني نقول هذه اللي هي حالة القبل وهذه حالة بعد وهذه طبعا بنسميها الحالة الانيشيل وهذه بنسميها الحالة الفاينل اللي موجود عندي هان إنه أنا عندي طاقة حركة تمتلكها السيارة اللي هذي اللي هي على الشمال اللي هي مقدارها نص أم في تربيع وهذه برضو أيضا تمتلك طاقة حركة بتساوي نص أم في تربيع بعد التصادم طاقة الحركة هذي بتساوي زيرو وأيضا طاقة الحركة بالساوي زيرو لأنه تصادم مع بعض وتوقفات الحرك هذه نسميها اللي هي اللي من المزلها بالرمز كينيتك انيرجي وهي كينيتك انيرجي إذن كينيتك انيرجي عندي قبل التصادم وبعد التصادم في الحالة التانية برضو أنا كانت عندي سيارة متحركة بسرعة مقدارها 100 كيلومتر في الساعة وكتلة السيارة معروفة إذن أنا عندي قبل التصادم كان عندي نص أم في تربيع وهاي طبعا اللي هي الكينيتك انيرجي بتساوي كذا بعد التصادم أصبحت الكينيتك انيرجي بساوي زيرو لأن السيارة توقفت عن الحركة طبعا اللي برر تفسيره تفسيره إن التصادم سيارتين مخابر بعضهم البعض حيكون له ضرر أكبر على اساس إنه في عندي طاقتين حركة اصطادم مع بعض طيب خلينا الآن نشوف الموضوع هذا من وجهة نظر القوة أش بقولي الآن لو أنا جيت اعتبرت بدي اعتبر حالة الجدار في الأول في حالة الجدار في الأول السيارة كانت تتقدم نحو الجدار بسرعة 100 كيلومتر في الساعة ولحظة التصادم لحظة التصادم اللي هي هذه اللحظة بنسميها لحظة التصادم اللي هي هذه بنسميها حالة اللي هي القبل الآن لاحظ إنه السيارة فقدت طاقتها في التصادم وتقدمت تقريبا خلينا نقول مسافة مقدارها خلينا نقول مسافة مقدارها D وهاي بنسميها بعد التصادم وبالتالي لو جيت انت أسخطت عمود بهذا الشكل هذه هي المسافة تبعتنا اللي حدث فيها الضرر إذن الدمج صار على مسافة مقدارها D نحن بنعرف أنه التغير في الكينيتك بساوي اللي هو الكينيتك فينال ناقص الكينيتك فينال فينال زيرو إذن التغير في طاقة الحركة بساوي زيرو ناقص الكينيتك انيرجي انيشل اللي هي للسيارة هذي بتساوي نص ام في تربية هذا كلام اللي احنا بنعرفه وبالتالي التغير في طاقة الحركة ايش بساوي بساوي سالب نص ام في تربية وطبعا هذي شرط السالب هي تعطيني انطباع على أنه السرعة تناقصت وطاقة الحركة فقدت في المجمل احنا بنعرف انه التغير في طاقة الحركة بساوي الشغل والشغل بساوي إذن الشغل بساوي التغير في الكينيتك انيرجي واللي بساوي نص ام في تربية طبعا انا احملت الاشارة السالبة لأنه احنا مش معنيين في قضية مين بذل شغل على التانية السيارة بذلة شغل او السيارة بوزل عليها شغل اللي بهمني هنا المخضاء وبالتالي الشغل ايش بيساوي بيساوي القوة في المسافة مزبطة لا لا بيساوي القوة في المسافة بيساوي نص ام في تربية إذن قوة التصادم مع الجدار في الحالة هذي إيش بدي يعطيني قوة التصادم اللي هي الفورس F وهدي اللي أنا معني فيها قوة التصادم F هتساوي طاقة الحركة نص ام في تربية على المسافة D إذن متساوي طاقة الحركة نص ام في تربية والاتنين هتنزل تحت على المسافة D وهذه هي قوة التصادم هاي هذي شدة التصادم اللي سببتلي اللي هو الدمج طيب خلينا الآن ننتقل إلى الحالة الثانية في الحالة الثانية هذي هي حالة قبل التصادم وهذي حالة بعد التصادم لاحظ هنا انه السيارتين قبل التصادم هذي كانت تمتلك طاقة حركة بالساوي نص ام في تربية وزي ما قلنا هذي برضو بالساوي نص ام في تربية وهنا ما كتبتش ام واحد وown لأنه متمثلتان تماما طيب خلينا الآن نجيب ما بعد التصادم بعد التصادم ايش اللي صار طاقة الحركة اصبحت اللي هو كينيتك انيرجي ايش بيتساوي بيتساوي زيرو بتساوي برضو كينيتك انيرجي لمين لا الحالة الثانية اللي هي بتساوي برضو زير هاذا معناته انه التغير فيه طاقة الحركة لما باجي بحي سبه دلتا كينيتك انيرجي إيش بدو يساوي؟ بدو يساوي E-Final E-Kinetic Final ناقص E-Kinetic Initial طيب E-Kinetic Final بيساوي سفر إذن حيساوي E-Kinetic Initial هي عبارة عن طاقة الحركة الأول زائد طاقة الحركة الثانية وفي عندي إشارة سالب سالب الأول زائد الثاني اللي هو اثنين مضروبة فيه نص M-V تربية وهذا حيساوي ناقص M-V تربية هيك تماو وطبعا زي ما قلتلك الإشارة السالبة هادي أنا بش مهتم فيها كتير لأنه بتعطيني انطباع على إنه أو indication إنه طاقة الحركة قلت وأصبحت بسوزف طيب أيضا بنفس المفهوم هادي بساوي الشغل بساوي التغير في طاقة الحركة وبساوي اللي هو القوة F مضروبة في مين في الإزاحة في الإزاحة هنا انتبه للإزاحة هادي الإزاحة السيارة هادي السيارة هادي لو جيت اعتبرت إنه هادي المسافة D اللي تقدمت فيها سيارة نحو السيارة الأخرى وهادي هي المسافة اللي تم فيها بدل الشغل اللي هي مسافة إيش المسافة D ولأنه سيارتين متماثلتين في السرعة وفي الكتلة وفي كل شيء وما صارش بعض التصادم ارتداد يعني صار التصادم هو تصادم غير مرن تماما فالمسافة الكلية اللي أنا بتكلم عليها هنا في الحقيقة هي المسافة 2D إذن هنا هحط اتنين لأنه المسافة اتنين هتساوي M V تربيع إذن مرة تانية الفورس في الحالة التانية الفورس إيش بالساوي هتساوي M V تربيع مقسومة على كام مقسومة على 2D إذن 2D هنلاحظ إنه قوة التصادم في الحالة الأولى تساوي قوة التصادم في الحالة التانية هذا بيعطيني استنتاج إنه السيارتين أو في الحالتين مقدار الضرر حيكون واحد ما في الشيء يعني حدا يقول إنه لا حيكون في الحالة السيارتين لأنه كل واحد بتسريع بسرعة 200 كيلو متل في الساعة فحيكون محصلتهم 2 طاقة الحركة لا في الآخر إحنا متكلم على مبدأ حفز الطاقة وقوانين نيوتن اللي بتقول لي إنه في الحالة هذه في الحالة هذه الجدار الجدار حيأثر بقوة مضادة حسب قانون نيوتن الثالث اللي كل فعل رد فعل يساوي له في المقدار ومختلف عنه في الإشارة وهذا معناته إنه الجدار بيعمل زي عاكس للقوة زي مرآة للقوة وبالتالي لما ضربت السيارة الجدار بقوة مقدارها M في A الجدار رد عليها بقوة تانية مقدارها M في A فبالتالي نفس النفس الضرار حيصير للسيارتين وهذا تفسير لما حدث وهذا تفسير لما لحل السؤال إنه فعلا الضرار حيكون مما حد وطبعا أنا ومكن أضرب لك مثال آخر اللي هو لو أنا عندي حصانين ببذل قوة على البنطرول اللي أمامكو فحينشق نص صين نفس الكلام حيتصير لو كانوا هدول لو كان أحد الأطراف مربوطة بجزع الشجرة بتتحركش وأثر عليه الحصان طبعا الحصان قوته هذا قوته اللي بأثر فيها في الحالة هذه تعادل القوة اللي بأثر فيها بهذا لكن جزع الشجرة هذا حيلعب دور نفس الدور اللي حيلعبه لحصان هذا وبالتالي هذا الحصان حيشد بقوة مقدارها خلينا نقول 500 نيوتن فجزع الشجرة برضو حيسحب بقوة مقدارها 500 نيوتن كما لو كان في حصان آخر إذن هيك أنا بكون وضحت لك بالظبط أنه ما نخدعش بشكل المسألة لازم نفكر فيها بأمق أكثر حتى نوصل للحقيقة وطبعا موضوع تصادم السيارات هذا موضوع ضخم كتير وموضوع كبير واجريت عليه دراسات كبيرة وعالية لأنه بفيدهم كتير في موضوع اللي هو صناعة السيارات وتطوير أنزمة الأمان عليها وهنا الفيزي بتلعب دور كبير في هذه التجارب وإن شاء الله نلتقي في فكر فيزيائيا آخر وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر